فهي النقطة التي تتعلق بما يدور حول مباراة الأهلي ما يدور حول مباراة الأهلي هو أنه أنه يعني عفونا الكون في دولي الأفريقية عينت حاكم وهو سوداني للمقابلة دين الذهاب لغة تلعب في القاهرة طيب فهناك رواج هناك صفحات واحد صفحة ما عرفتها وش دي الهيلال السوداني أو لا لا مسميناه هلال السودان هلال السودان بعد دخلت المواقع التواصل ما كنش صفحة رسمية للهيلال السوداني اسمه هلال السودان الصفحة الرسمية للهيلال السوداني دخلوا لها وشوفها اسمه الهيلال السوداني وعندها شعار أزرق الهيلال السوداني هذه هي الصفحة الرسمية للهيلال السوداني وما فيها تشجحها جدك تقول بأنه ونحاكم لا يجب أن يسميه وطلب الاعتدار الكاف ولا يجب أن يصير المقابلة وأنه لا يجب أن يكون المشاكيل وأنه لا يجب أن يكون العنصرية ولا يجب أن يخيف على رأسه أمنيا هذا هو مجموعة الناس الذين يريدون أن يشوشروا عن الفرقة والذين يريدون أن يخلقوا واحد النوع من تويش على فريق الرجاء البيضاوي يقدرون أن يكونوا مصريين يقدرون أن يكونوا غير مصريين سبحان الله تخلطوا الأعداء ما بقيت كتعالة من هنا من هنا وهذا مصريين بعدها بمصداقية الكاف لأن الكاف لا يجب أن يتعين واحد الحكام فهذا الحكام هو الذي يكون معين لا يمكن أن يترفض تحت أي مبادر من المبادرات إلا الاقتناءات من نجنة الحكام للكاف بأن هناك أسباب واجهة بينما الحكام لا يوجد صوابق لا يوجد مشاكل أمنية لا يوجد شغاب حكام جيد من الحكام القويين الفصريين ربما في طاقة الحرب الإعلامية ديالهم بغوا يخرجوا وبغوا يخلقوا مشكل مع هذه الحكام ويقول لك لا لا السودانيين كان هناك مشكل بعدها الكاف مطالبة أنها تطبق القانون وأنها يعني تديروا واحد البالاغ بأننا تشبتوا بهذه الحكام وأنه لا يوجد أي شيء بعدها وهذا حاجة أخرى أنه الكاف مطالبة أنها تصدر عقوبات ضد الأهلي لأنه الأهلي كانوا الألفاظ عنصرية في مقابلة لهدال السوداني والأهلي المصري كانت عبارة عنصرية وكانت مشكل وكانت شغاب ومع ذلك حتى الآن لا كاف تترك لا كاف تتأخر لهذا خطاب للقاف الله يرحم الوانيد نطبقوا القانون كافة باركة غير لك شيء تعرضت لها ضد الأهلي في الموسم اللي فات الظلم التحكيمي تعرضت له ضد جزاء اللي خيالية والتحطات فإخوان دير الكاف نطلبه نطلبه أنه يكفي يكفي يجبه تطبيق القانون باركة علينا نطبقوا القانون ولا عنده حق أعطيه لأهلي يلعبوا الكورة إلا عنده يلعبوا في الملعب واللي تفوق نصفقوا له ولكن من قاش نديروا هذه الحروب الأهلي هذه الحروب التاكتيكية وهذا اسمته لتنظيم الحملة ضد الحاكم بينما الحاكم بريء من كل شيء حاكم في المستوى وإن شاء الله عدنا فيه التقاة يطبق القانون وأنه الأهلي ستوضع في موقف اختبار اختبار أن تواجه فريقا بإمكانياتها وفي غياب أي دعم وفي غياب أي كولسة أتمنى من الإخوان في الكاف يطبقوا القانون الكاف عليها أن تطبق القانون والفيفا عليها أن تراقب هذه المقابلات هذه المقابلات الضربو على مقابلات جد جد قوية لا أعلم هل هناك الغار أم ليس هناك الغار فالفيفا مطالبة أن تراقب بركة من ذلك ما زالت دي الموسم ديفاس لهذا الكلام موجه للكاف أعيدها وأكرمها والفيفا عليها أن تراقب هذه المقابلات وتراقب أي اختلالات هناك من طرف الحكام وكذلك وكذلك الفيفا والكاف مطالبين أنهم يرقبوا القانوات التي ستنقل المقابلة والمخرج الذي سينقل المقابلة راشفنان مهزل دي العام اللي فات مخرج المقابلة أخفى لقطة من الزاوية المعاكسة تبين أن اللعب الوضي لم ينمس الكرة بياده بل ضربت في رجله ومخرج المقابلة أخفى لقطة على هرفة الفار في تحايل لم يسبق له مثيل في الكرة العالمية لهذا جماعي الرجوية دارت هاشتاك ودارت راكي دول في مواقع التواصل يطالبون بطبيعة الحال بتطبيق القانون وكافة من تحييز للأهلي وكافة من الحرب الأهلي التي تقوم بالأهلي في مثل هذه المناسبات هذا هو الكلام ما بيت نقول وإن شاء الله الرجا منصورة إذا كانت الرجا تستحق نحن ندعمها فهي منصورة إن شاء الله إذا كانت الأهلي تستحق فلحنا سندعمها سنصفق لها نحن عرفنا الرجاوي معشا الرجاويون براحة ريادية تستحق تستحق تستحق